دكتور نادر كثيرا ما نسمع عن شركات بين القطاعين العام والخاص ولكن يبقى دور المجتمع المدني خارج هذه المعادلة لذلك كيف يمكن لقطاعي العام والخاص والمجتمع المدني العمل في تناسق تام لتحسين أوضاع الشباب وهل يمكن أن تذكر أمثلة محددة؟ بالفعل هناك نقاش واسع على موضوع التعامل بين القطاعين العام والخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص أختيتور كبير بالنسبة لنقاشات السياسات العامة ومن الضروري أن يكون هناك تنزيق أكثر بين القطاعين العام والخاص بالنواحي كثيرة مثل الاستثمار أو المشاريع الكبيرة المشتركة ولكن بالنسبة للمشاريع المتعلقة بالشباب من أحسن أن يكون القطاع المدني دور المشتراع المدني دور أيضا في المعادلة وغالما ما ينتسى هذا الدور بالنسبة لمسأل ممكن نحن نأخذ مسأل المهارات تطوير المهارات المهنية فالقطاع الخاص هو الأدرة بالمهارات المطلوبة في السوق والفجوة بين المهارات التي يكتسبها الشباب في المدارس والتعليم والمهارات المطلوبة لديهم فدور القطاع الخاص بهذا المجال هو تحديد ما هي الفجوات وما هي المهارات المطلوبة المشتراع المدني دوره الأساسي بهذا الموضوع هو تطوير برامج أو تجريب برامج جديدة مبتكرة لتحسين انتقال هذه المهارات إلى الشباب ودورهم مهم جدا فبالتالي بيكون عندهم دور رائد في تجربة طرق حديثة في بناء المهارات الأساسية والمهنية بيأتي دور القطاع العام وهو دوره أساسي جدا في أخص هذه التجارب وتوسيعها وتطبيقها ووضعها ضمن مؤسساتي وهذا بيساعد على الاستدامة في التجارب المبتكرة والمجربة وبهذا المجال بيكون القطاع عام يكاملوا بعض بالفعل كل القطاع عنده النقاط الإيجابية وهنا نقدر عليها ولما نجمع نحن القدرات للقطاعات الثلاثة ممكن تصير عنا مشاريع متكاملة وبالفعل ممكن أن تكون مستدامة أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر